السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة في أصفة المخدرات والإدمان نهاية كل حلم من يريد التخلص والعلاج لنفسه والإنقاذ أولاده من المخدرات عليه بتكرار المحاولات في العلاج وعليه أيضا الاستشارات والاستماع جيدا للأخصائيين والاستشاريين وده كترة الطب النفسي وده كترة العلاج من الإدمان طبعا قبل ما أتكلم بشكل أوسع عن موضوع حلقتنا النهاردة مع دفعا لمشرفنا أحب أرحب بزميلي أستاذ هشام أهلا بحضرتك أستاذ هشام أهلا بيجي أستاذ هماء وشرفتين في برنامجنا أهلا بيجي مع أعزائي المشاهدين أينما كنتوا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم كلمة في وصفة موضوعنا النهاردة حصري على شاشة قناة الساحة والجمال يهم جيل كتير كبير من الجنسيين من الشباب والفتاة والفتايات بس ابتدى يزعر معنا الأطفال كلمة موضوع شائق جدا موضوع مهم إن شاء الله هرفتكم قبل ما نتكلم ونحاول في البرنامج هنحب نرحب الأول بالدكتور الاستشتاري عبد المجيد محمد أنديل مدير مركز رويا اللايف لعلم النفس وعلاج الإدمان أهلا وسهلا بحضرك وشرفتنا في البرنامج أهلا بحضرك سهلا إن شاء الله نبتل في برنامجنا ونطرح بس السؤال لدكتور عبد المجيد إيه أسباب الإدمان؟ أولا بس قبل ما نتكلم عن الأسباب شوية هتكلمك يعني هوي إدمان أصلا الإدمان دايما ليه تعرفات كتير بس أكتر حاجة شائعة أو بنعرفها اللي هو البحث عن اللذة بغض النظر عن النتيجة البتاقي المدمن دايما بدور على متعته بغض النظر إيه اللي هيحصل إحصل مشاكل هيحصل مفيش ما بفكرش في النتيجة بتاع التصرف بتاعه لكن الإدمان أسبابه في حاجات في حاجات بتساعد على الإدمان أو بتساعد إن المدمن يظهر جوه الأسرة لكن المدمن بيتصنف إنه مدمن قبل ما ياخد مخدرات أو بيبقى فيه علامات بيتبان فيه ابن قبل أخدان المخدرات خلص بيظهر عليه إن ده وارد إن ده يكون مدمن اللي بيساعد بعد كده في إنه يبقى مدمن أو لأ العامل الخارجية زي الأصحاب زي الأسرة تفكي كل أسري داخل الأسرة زي عدم الإجباع الروحي الديني سواء كان كنيسة أو مسجد الغياب القدوة داخل البيت الانتباه قوي للمدية وتشويه صورة القدوة في المدية إنهم بيصوروا دايما تاج المخدرات أو مدمن المخدرات إنه هو بطل وإنه هو ليه وضع مختلف وبيتشويه صورة الشخصيات اللي هي الدينية وده طبعا بيشويه الصورة داخل أي شاب ده أو أي مراهق لكن ليه بنقول إن المدمن ممكن يبقى مدمن أو إحنا بنعرف إنه ابن ده مفوارد إنه يدخل في دارة الإدمان بيحصل حاجات كثيرة جداً أو بتبان فيها حاجات كثيرة جداً في شخصيته زي إنه هو مفيش حاجة اسمها وسط يعني ياخد أقصى اليمين ياخد أقصى الشمائي يبقى ملتزم قوي وشاطر جداً في الدراسة يبقى بعيد قوي وكاره الدراسة ومشاطر يبقى عند روحانات عالية بيصلي أو بروح الكنيسة أو ملتزم دنياً يبقى بعيد قوي عن موضوع الصلاة يبقى متفوق جداً في الدراسة يبقى بيكاره الدراسة تماماً يبقى ولد دمه خفيف وبيلعب كتير وبتعامل بشكل اجتماعي قوي يبقى منطوي تماماً الوساطية مش موجودة نهائياً علشان كده دايماً بنلاقي وإحنا بنعالج بيبقى فيه دكتور وفيه مهندس وفيه ظابط وفيه مش لازم يكون هو مش يعني مش مكمل دراسته العكس إحنا ببقى عندنا ناس كتير كل المؤهلات بيبقى متفوق جداً في الدراسة لكن ما بحصلوش إجباح في حياته فبتحاول إنه يبقى مدمين لكن العوامل اللي بتخليه مدمين بقى اللي بتساعد على الإدمان زي اللي أنا قلتها زي الأصحاب زي الأهل زي يعني العامل النفسي حاجة أسسية من التاجه للإدمان طبعاً طيب الدكتور طبعاً برضو كنت حابة أسأل حضرتك إزاي أعرف إن ابني في مراحل أو في بداية مراحل الإدمان حضرتك تقريباً ممكن جاوبت عليها أو يعني أشرت لها من كلام حضرتك ممكن برضو جاوبنا تاني تمام الأهل يعني أهل عندهم مشكلة كبيرة جداً يعني أهل عندهم حاجة سمعين كور إذا ما أن الأمة ما تبقاش حابة تشوف ابنها مدمن أو يتقال عليه إنه مدمن أو الكلمة دي تبقى صعبة أو بحكم إحنا مجتمعنا الشارعي لكن أي حاجة في تغير على الطفل أو على الشاب بيبقى في تغيرات واضحة زي إنه هو مثلا مستوابئ اللي في الدراسة زي إنه هو مثلا بيبدأ إما بياخد نوع مخدر معين بيخسيسه فيبدأ جسمه يخس قوي أو يدخن بشكل زيادة لإن الحشيشة أو الهاشة عموما بيتخن بيخليه لشهية فبيأكل أكتر يا إما هو ممكن يتأخر كتير في الحمام ممكن يبدأ حاجات تنقص من البيت ونبدأ نشك في البيت كله سلوكيات يعني سلوكيات وكلها بشكل عام يعني الحاجات دي كلها نهار ويتقلب ليل وليل ويتقلب نهار يعني ينام طول النهار ووصحة طول الليل يطلب فلوس بزيادة لو بيدرس مثلا تلاقي كذا مرة أقول لك أنا فلوس الدروس أنا محتاج فلوس الحاجات دي كلها بتبدأ فيها تغيرات لازم الأمة والأب ياخد باله أن فيه حاجة مش طبيعية بدرجة أن الأمة بتوصل لمرحلة تقول إن ابني ده مش ابني يعني مش هو ده اللي أنا ربيته لازم تاخد بالها أن فيه خلل لازم تراجعه لكن لو استمرت فترة وتقول إن كل الشباب أو كل المراقين الفترة دي كده ممكن المرحلة اللي نبدأ نرحق فيها تبقى سهلة في الأول تتطور تبقى أصعب بعد شوية في الفترة الأخيرة يا دكتور عبد نجيد ظهرت عندنا أنواع كثيرة جوة من مخدرات تبقى الأستروكس والشادو تي بقى أخطر وأكثر خطورة بالسبب بالموت أو الهدمان المثالي هلقوا بيبقى فيها الصعوبة جدا كنا عايزين أعرف حدودك إيه أسبابه مش هنقول إيه أسباب حضورو النوع إيه أسبابه اللي هو بيؤدي للموت أو للجنون هي المخدرات يعني نظام عرض وطلب أو نظام سوق كبير جدا يعني مثلا احنا في بداية شغل كنا في 2003 تقريبا كان فيها أنواع مخدرات كتير جدا مش موجودة ومع الوقت بيظهر أنواع مختلفة لكن وما كانش في السن الموجود حاليا للتعاطي يعني مثلا في 2009 بدأ يظهر أحداشر سنة وتسع سنين وعشر سنين أطفال لس حتى كان بيبقى عندنا مشكلة ندخله إدمان ولا نفسي يعني الأهل بيبقى عندهم مشكلة هندخله أنا قسم هل يدخل الإدمان وتعلم أعداد ما يعرفهاش هل يدخل النفسي وبقى فيه مشكلة عندنا كبيرة أن هو هيدخل في قسم النفسي إزاي لكن بدأ يظهر الستروكس بدأ يظهر الفودو بدأ يظهر الشاب وبدأ يظهر حاجات كتير قوي زي الأطرة المضربين والمضربين الحاجات دي كلها معظم المدمنين اللي بتموت أو بيوصلوا لمرحلة الوفاة الفترة دي بسبب أنواع الأطرة الكتير اللي هي بتتاخد مع الهروين أو البودرة الحاجات دي كلها أسعارها متتنية يعني الأسعار بتنزل فبيبقى في متناول معظم الشباب فده بيعمل مشكلة كبيرة جدا التعاطي الفودو أو الستروكس عشان نسبة السموم فيه كتير والأطرة عموماً معظم الأطرات اللي بتتاخد مشاعزين والأسماء بس هي الفكرة كلها إنها بتوسع حديقة العين لما بتتاخد انجيكشن أو بتتاخد حقوقاً هي بتوسع الأوردة فبتروح السموم بتوصل للمخ بسرعة كبيرة جداً فبيحصل حاجة من ثلاثة بيحصل انفصال في الشبكة بيحصل شهر النصفي بيحصل وفاة فده بتبقى مشكلة كبيرة قوي عشان كده هما بيستسهلوا ليه بيستسهل إنها الأطرة بتبقى سعرها قليل علىك أشارت الحاجة مهمة جداً حتة الأطفال طب هل طبعاً أكيد ترق العلاج بقى بالنسبة للأطفال عن الشباب عن الكبار تختلف؟ بتختلف طبعاً أكيد ده أكيد تختلف أكيد عن فرصة فرصة بقى العلاج بتبقى الأطفال طبعاً أفضل من عن الكبار فرصة العلاجهم طبعاً هو إحنا بيبقى عندنا مشاكل كتيرة مع الأطفال الأطفال لأن هي المخدرات بتعمل مشكلة كبيراوية إن هي بتوقف كل النمو عند البناء ده بشكل عام طبعاً إنت بتاخد طفل هو لسه طفل النموه ما اكتملش النمو العقلي النمو الاجتماعي النمو الديني النمو الثقافي كل الحاجات دي ما اكتملتش عنده فالمخدرات بتوقف يعني مثلاً سعي مثلاً لو فيه مدمن أو متعاطي أخدوا عنده مثلاً 20 سنة ويبدأ يتعافى أو بدأ على مدار عشر سنين بيتعاطى المخدرات لما بيوصل مثلاً لسن 30 سنة إنت هو بيبقى في عزلة تامة على مدار عشر سنين حتى لما يجي يرجع للحياة تاني يبدأ يشوف وقولك مامتي مش مش هيدي اللون بنا نعرفها الحياة مش كده الشباك الباب الحاجات مختلفة زي ما يكون فوقت الزاكرة لأن الحاجات دي كلها بتبقى واقفة على مدار عشر سنين لما بيجي يرجع تاني بنرجع واحدة واحدة للحياة للحياة والحقوبة عند الأطفال إن أنا بيبقى لسه ما تكونش عنده كل الحاجات دي فبتبدأ كأنك بتربي طفل من جديد يعني المخدرات فيروسية كل الحاجات دي زي ما يكون عندي جاز كمبيوتر والفيروس فبتفارمطه عشان كده بتبدأ تعلمه كل القيم والمبادئ اللي ربنا خلقنا بيها والمجتمع حطاها فينا هذا بياخد وقت شوية لأنه بيبقى في مرحلة شد وجذب حسب الهوية بتاعته حسب التفكير بتاعه بيبقى لسه أصغر والوعي بتاعه بيبقى لسه أصغر طبعا من حد أكبر في السنة طيب دكتور برضو موضوع كان زمان يختلف أنواع المخدرات كتير ويمكن كان أياميها أصعبها لحد مثلا ألفين وألفين وثلاثة البرشام والهروين والحاجات دي دلوقتي الظاهرة جديدة زي ما حضرتك أشارت وقلت الاستروكس دلوقتي فيه اختلاف في نوع العلاج نفسه من مدمن برشام لمدمن استروكس تمام الاختلافات عمما في العلاج هي أعراض الانسحاب حسب ما التلفزيون أو الدراما بتصور هي ما بتبقاش بالبشاعة اللي بتظهر ديت أو الوجع الشديد اللي بيظهر ديت هي بتختلف من شخص لشخص يعني فيه أنواع مخدرات معينة بيبقى أعراض الانسحاب بتاع تبقى نفسية فقط يعني عصبية ونرفزة وديق ومش مستحمق لأي حد قدامه وفيه أنواع مخدرات يبقى لها أعراض الانسحاب جسمانية واجع وقلم في الجسم وعرق وترجيع أو الحاجات دي كلها اللي بتبقى ظاهرة والمدمن بخاف ياخد خطوة العلاج بسببها وفيه مخدرات أو أنواع مخدرات معينة الستروكسة مثلا أعراضه بتبقى ليفل نفسي بدخل في ليفل نفسي معين يبدأ يسمع أصوات يبدأ يحسن الناس مرقبين ويبدأ يشك في أهله يشك في اللي حواليه الأعراض الانسحاب النفسية لو دخل في ليفل نفسي بياخد فترة لحد ما يرجع تقريبا من شهر إلى شهر ونص لو دخل في ليفل نفسي بسبب الاستروكسة فده مش فكرة بسحب السوم من جسمه أنا برجعه تاني بحيث أنه عقله يبقى طبيعي بحيث أن أبدأ أدخله ببرنامج تأهيل نفس عشان أقدر عليكم يما عند حرك بتقول كده إن شبه إن فيه كورسات معينة مثلا للأطفال وكورسات للكبار تريد العلاق أو لمريض البرشام أو المخدرات الأخرى تحطي خطة علاجية لكل نوع حسب البيئة حسب السن حسب فترة التعاطي حسب الكلام ده كل شخصية مختلفة في كل حاجة حاجة اسمها خطة علاجات تتحطله ويبدأ يدخل برنامج تأهيل نفسي كامل من أربع شهور لستة شهور عشان يبدأ يتأهل ورجع الحادة طبيعية بشكل كامل طريقة حفاظ بقى حفاظ ابني أو بنتي إن هما مبقوش مجمونين إيه الطريقة بقى؟ بص هو الإدمان دايما بحاول يملح حاجات جوه البناء آدم بشكل عام لما أنا بعمل إجباع اللي ابني في كل النواحي غالباً بيطلع سوي يعني إجباع من الناحية الروحية يعني لو مثلاً مسلم لازم يروح مسجد مسيحي لازم يروح الكنيسة لازم يلتزم إجباع رياضي لازم لو بلعب رياضة إجباع الخيال عنده نفسه يعني الأم مثلاً تيجي الخيال من سن خمس سنين لثمان سنين بينمر الخيال عند الأطفال فالطفل طبعته بيكذب بيكذب عشان هو عنده خيال فتيجي الأم تضربه أو تهينه الكلام ده لو هي عندها وعي وعندها يضربك إن دي مرحلة نمو الخيال هتجيب له قصص هتجيب له حاجات يقراها هتتعامل معه بشكل كويس وحالياً بقت الميديا اللي الطفل بيبقى لسه صغير في السن وعارف كل ممكن يتواصل لما العالم كله فلازم أعمل إجباع ليبني في كل الحاجات سواء كان ثقافياً أو دينياً أو رياضياً كل حاجة بيعمله إجباع فيها وابدأ أتابعه لحد المصور مرحلة معاناة لكن إيه الإهمال؟ الانشغال بالحياة بشكل عام بنعمل الطفل أنه عايد صغير لسه مش فاهم أو مش مدرك أو بنعمل حسب محنة ربينا إحنا في جيل غير الجيل كلام ده كله طبعاً ممكن يوصله إن هو يبقى مدمن أول حماية زايدة إن أنا أبقى عندي حماية زايدة على ابني مش مديره مساحة إن هو يبدع مش مديره مساحة إن هو يفكر فده طبعاً بيبقى بيعمل مشكلة أول عكس إن أنا أهمله تماماً في كده الحالات لما بيبقى ليش اهتمام أو حماية زايدة يبقى بفك الحماية الزايدة دي بحرية إن ياخد مخدرات أو الإهمال ده بفك إن هو يبقى ليه شخصية ووضع واستصحابه فإنه بياخد مخدرات دايماً الوساطية في كل شيء لها معنى ولها طعم قايفس طيب إمتى يكون المتعافي عنده انتكاسة؟ عنده انتكاسة؟ أو يخش في مرحلة انتكاسة بعد تعافيه مثلاً؟ تمام إحنا بنواجه مشكلة كبيرة أو الأهل دايماً دي من أكبر المشاكل اللي بتقابل المتعافيين عموماً يعني بعد فترة التعافي إنه يحصل انتكاسة بيبقى لها عامل كتير قوي يعني إنه ما يلتزمش بالبرنامج النفسي أو التعهيل النفسي اللي هو محتوط له علشان يمشي عليه بشكل عم يكمل فيه تعافيه وده بيرجعه بشكل بديه جداً إنه انتكاس تاني أو إن الأسرة ما تبقاش ما تسعتش في موضوع التعافي لإني دايماً فيه مراكز أو فيه أماكن علاجية أو فيه أو الأهل عموماً عندهم مفهوم إنه هو طالما بطل وتعافى خلاص خلاص مستحيلية رجع تاني وده مش صح دايماً دايماً التعافي بيحصل به مسلس بالمتعاطي نفسه والأهل والفريق الألاجي وفوقهم التلاتة ربنام لو كل واحد عمل دوره بشكل كويس والتزمت الأهل بالتعليمات بتاعة المركز إنه هو بيبقى فيه متابعة وإنه هو بيبقى فيه فترة نقاها بيعديها بعد ما يتخرج من المركز اللي بيتعافى فيه أو اللي بيتأهل فيه ما بيبقاش فيه نسب انتكاسة تبقى نسبة الانتكاسة ضعيفة جداً معلش يا دكتور بدون قطعة حضرتك يعني مثلاً لو هنتكلم على مركز حضرتك رويل دلوقتي لما بيجي عند حضرتك مدمن في فترة التعافى دي حضرتك بديت دي خطة عشان يبقى الأهل ماشيين عليها مع المركز بعد خروجه من المركز تمام ده لازم يحصل ده تمام يعني حتى كان في المركز أو غيره يعني أي أهل الكلام للناس كلها عموماً لازم يبقى فيه لو الأهل اللي شايفه إن أنا بيودي ابن أصلي فيه كتير جداً الأهل يجيبوا ابنهم مثلاً فاسألهم هو ليه ما راحش نفس المكان التاني أو الدكاترة أو المخصصين قال لكم إيه مثلاً في الفترة ما نعرفش عنه حاجة إحنا مش هفنوش غير باع ثلاث شهور إحنا فما ينفعش أنت تودي ابنك مكان ما تسألش عنه لا لازم تعرفي هو إيه اللي بتعمل معه لازم تشوفيه لازم تشوف الخطة المحطوطة إيه لأن المدمن بيطالع من بيت أكيد في الطراب حتى لو هو بيت سوي هو الفترة التعاطي بتاعته بيعمل الطراب في البيت كله بيعمل خلل في البيت كله فلما بيجي هم بيصدقوا يرتاحوا وخلاص خلصنا على كده لأ هو لازم بتحطولهم خطة معانا ولازم لما بيخرج هو هيواجه البيئة دي هيوقت جوه البيئة دي فلازم يتأهلوا إزاي تعملوا معاه إزاي تصرفوا معاه إزاي يساعدوه عشان يتكمل تعفيه لإنحنا الأم يخرج الابن مثلاً وعمل أي مشكلة وبتعاملوا كأنه خلاص عمره ما دخل في مشكلة تعاطي قبل كده وتبدأ تكلمه في كل اللي فات كل المساوئ اللي عملها قبل كده وده طبعاً أكبر غلط وتبدأ يا إما تبقى رقيبة عليه قوي لو أخذ فلوس تراجحها بالملي وتشوف الحاجات دي كلها فيبدأ يدعي أو العكس إنها تدوله فلوس وتقولك أنا بجربه وشوفه هو كويس ولا لا التصرف بدماغ الأهل أو دماغ الأم حسب ابنها ده ممكن يرجعه تانية أخذ مخدراته لكن الفكرة لو لازم يلتزم مع الطبيب أو الفريق العلاج بتاعه بكل اللي يقولهم عليه لأن دي بتبقى خطة ماشية متمادية معنا لأن احنا بالنسباننا كشغلنا هو مش مش شغلك راحي يعني مش بنفتح عملية والنقفل خلاص الموضوع خلص لأ طبعاً أو عامل نفسي أولاً وبعد كده بالضبط ترى العلاجة عند حضرك مختلفة في أي مكان أشان خاطر يعمل خطة مهينة بيبقى محتاج فريق أعمل فإنت حضرك عندك في المركز فريق أعمل متخصص بيتابع كل حالة على حدة تماماً درجة أنديوز يعني بيجي المرض النفسي نتيجة لأخدان المخضرات ده بيحتاج شغله معين ما ينفعش أدخله وسط المدمنين أو الفريق المرضى المدمنين بشكل يعني مفاجئ لازم الأول أهلده نفسياً ولازم نخلص من كل الأعراض يعني أنه ممكن يبقى داخل عنده أعراض نفسية شديدة زي إنه هو بتكلم إنه هو بيكلم ربنا أو هو المهدي المنتظر أو هو بيسمع أصوات أو حد برأبه أو عنده ضلالات على ناس ما أنا ناس هتأذيفها وعايز يأذي الناس أو عنده فكرة أنت حار مسا فده ما ينفعش يدخل برنامج التأهيل الإدمان بشكل مباشر لازم يتأهل نفسياً الأول وبعد كي يدخل برنامج التأهيل الخاص بالإدمان بعد كتا أشتكم هي نفسياً إنه هو يتعالج آه لو عنده عنده العزيمة والإراضة اللي هو محتاج له يتعالج إنه هي عنده أعلي بيسمعني عنده وعي بيعرف أنا بوجهه إزاي لكن دائماً الفريق العلاجي بتكون فيما يخص الإدمان من ثلاثة يبقى فيها أخصائي نفسي فيه طبيب نفسي وفيه مدمن متعافي طيب أستاذاً حضرتك يا دكتور بس نطلع فاصل ونرجع تاني عند كلمة التلاتة ونكمل بيت حوارنا طيب نحن لكم بعد الفاصل نكمل يا دكتور وقيفنا عند الفريق العلاجي بيتكون من ثلاثة من ثلاثة إحنا الفريق العلاجي بتكون من طبيب نفسي وخصائي نفسي ومدمن متعافي الثلاثة دولت بيبقى لهم دور كبير جدا الطبيب النفسي بنحتاجه في الفترة الأولية في الأعراضي نسحاب وخصائي نفسي بقى له عامل كبير جدا إنه هو في التأهيل النفسي للمدمن والمدمن متعافي ده بيبقى بشخص هو تعافى بيخد كورسات معينة وده بيبقى القدوة أو المثال الحي للمدمن إنه هو ده واحد كان زي وزيك فيهم الأمر النهاردة بقى ليه وضع مختلف ويبساعد في التعافي بتاع بقى المدمنين الأهم الشق الناسي بمهم جدا لأن من الأسباب الرئاسية في التعاطي الشق النفسي اللي معظم الأهل بيهملوه أو معظم الناس بتهملوه لأن الجهاز النفسي لو ضعيف ما بيقدرش يتحمل باقيات الصدمات بعد التعافي يعني حانا الأهل تقولك إن يجاوزه أو نصفاره يعمل عمر أو يلتزم يروح مثلا دير أو يشتغل لو هو مش مؤهن نفسيا إنه هو يشيل مسئولية نفسه مش هيقدر يشيل مسئولية أي حاجة تاني عشان كده فيه حاجات صح بتيجي في غير معاتها أو غير الوقت المناسب لها ما بتبعش صح تبها خلطة عشان كده لازم الأهل يلتزموا بالكلام اللي قوده في فريق العلاجي وده مهم جدا عشان الجواز هو مش بيشيل مسئولية نفسه لازم يتعلم الجواز مسئولية وليه دور كبير جدا فيما نستعجلش إنه يتجاوز لازم نرجع للفريق العلاجي الأول إنه يسافر أو يشتغل ده ليه دور برضو في علاجي الأول يعني فريق العمل بيعالج نفسيا الحالة طبعا طبعا قبل ما علاجها من الإدمان وبعد ما يتعالج من الإدمان برضو بيتعامل معها برضو بالعلاج النفسي تمام تمام طيب دكتور أصعب مراحل مرت على حضرتك في علاج مدمن كانت إيه؟ أو مثلا كان مدمن نوع معين إيه؟ في حاجات كتير أو يعني في حاجة تقصيد الصعوبة في العلاجيات نفسها؟ لا أنا أقصد إنه دلوقتي لما بيكون فيه شباب مدمنة زي الاستروكس والحاجات اللي احنا بكلمنا عنها الشياد والكلام ده إيه أصعب نوع من أنواع المخدرات ويأثر في فترة العلاج كمان؟ أو بيطول فترة العلاج تمام هو في حاجة لها علاقة بالجهاز العصبي نفسه إحنا بنتأثر بالمخدر حسب حسية الجهاز العصبي به في حد ممكن يبقى الحشيش مثلا يأثر جهاز العصبي أكتر من أي واحد تاني في واحد بيتفاعل مع الأقراص المخدرة في واحد بتفاعل مع الإيروين في واحد بتفاعل مع الأستروكس هو حسب كل شخص هو أكتر مخدر بأثر عليه هو نوعي لكن من أكتر الحالات التي بقى فيها صعوبة المخدرات الجديدة الحالية لأنه ممكن يجيلك واحد عنده جلطة ممكن يجيلك واحد رجله مقطوعه بسبب التعاطي ممكن يجيلك واحد أزى نفسه أو أزى أهله أو هو نفسه مأزي نفسه بشكل كبير ممكن يجيلك طفل بيبقى موضوع صعب جدا بالنسبة لسه طفل 10-11 سنة وعنده مشاكل نفسية كبيرة جدا وعنده أزى نفسي كبير جدا ولسه الحياة مشافهاش فالحاجات دي كلها بتبقى فيها وجع كبير جدا وعنده أعراض نفسية يعني هو بتكلم في أنه هو يعني مثلا جالي ولد لسه 11 سنة أنا إبراهيم لا بيض أنا وعايش في الحيطة دي تماما وعنده مشاكل نفسية كبيرة جدا ودخل في السايكوتك بأعراض نفسية والأهل سايبينه بعد مثلا ست شهور بيلفوا على دجالين وعلى ألاج وعلى كذا عشان بقولهم ده لابسوا جميعا ده للأسف موضوع الألاج المهمين دخل في ناس دخلته في موضوع بيزنس مش علاج يعني للأسف يا دكتور وقت حلقتنا خلص بسرعة جدا يعني نتمنى أن احنا نكون فدنا كل المشاهدين وشرفنا وجود حضرتك معنا يا دكتور أنا شرفتنا يا دكتور عمي جيد بس قبل ما ننهي بنامجنا بس إرشادات بس بسيطة للأسر للتجنب أولادهم من الإدمان الالتزام يعني في حد ذاته الاهتمام بالطفل عدم المبلغة في الحاجات في طلبات الطفل دايما أي تغير لازم أرجع للشخص المناسب ما اتتظرش قوي وأقول أن الأهل أو الجران هيبصي لي بصها مش كويسة فكرة الطبيب النفسي إن أنا أرجع له ده ما بقى شواص متعار بالعكس كل الأماكن بقى فيها دكتور أو خصوات نفسية بساعد الناس يعني شرفتنا يا دكتور عمي جيد وإن شاء الله كده حلقاتنا كانت بسيطة معاك المرة دي وإن شاء الله معنا بعض حلقات أكتر إن شاء الله شرفتونا ومشاكلين جدا على حسن متابعيكو وإن شاء الله مع بعض شرفونا تاني أسبوع الجاي في نفسنا السلام عليكم